مؤسسة كاتو الأميركية صنفت العراق من ضمن أسوأ الدول الفاقدة للحريات الإنسانية لهذا العام وبحسب مراقبين فإن السياسات المتعاقبة جعلت العراق يترنح بين الفوضة والدمار الفوضة التي أتاحت للمنفلتين تكميم الأفواه ودمار بلد كان يزهو بالأمجاد حتى وصل التدمير إلى ذات الإنسان بمسمى الديمقراطية تم استهداف العراق بعد غزو الأمريكي للعراق 2003 وشرائح كبيرة من المجتمع تعرضت للانتهاك وبما فيهم العلماء وأساته الجامعة فمنهم من شرد ومنهم من استشهد على يد العناصر المسلحة ومنهم من هجر ومنهم من استقتعارات ومنهم من استبعت لذلك الأستاذ الجامعي أو الأكاديميين هم الشريحة الكبيرة الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات نعم هذا التقريب صحيح ثمانية عشر عاما والسياسيون يعكرون صفوة الماء ليصطادوا به فرصدت في تلك السنوات المنصرمة أكثر من ثمانين ألف حالة بين اغتيال وتهديد لحملة الشهادات بينهم ثلاثمائة من الأساتذة الجامعيين دون أن تحرك الحكومة ساكنا لتوقف الفوضى المنظمة في العراق كل يوم والثاني يظهر بمعادلات عالية ويصنف على أنه من المدن أو العفو الدول التي فيها انتهاكات عالية وهذا واقع مؤلم حقيقة من 2003 إلى اليوم بسبب السياسات الخاطئة وتضارب المصالح الموجود والانشغال بالسلطة والمال على واقع البلد والعمل بجدية على الأمان والاستقرار حقيقة اليوم ندفع هذا الثمن الكبير جدا وهذا الثمن وصل إلى مرحلة أن حالاته مسجلة فقط هذه الفترة هي ثمانين ألف حالة ومن ضمنها للأسف انتهاكات من تهديد واناعتقال واختيال إلى ناشطين وغيرهم ونتألم بشكل أكبر عندما نجد أن ضمن هذه العددهم حملت الشهادة علاء والكفاءة العلمية عز على الجواهري كسر عين العراق لأنه يرى أن العراق أقوى من أن يكسر حتى وإن مر به بعض الرويبضة ليجعلوه في أعلى سلم الدول السيئة للعيش والإنسانية فإذا قال العراق فصدقوه فإن القول ما قال العراق من كاركوك سعدون السلطان قناة التغيير